بسم الله الرحمن الرحيم ليلة الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين هذا هو الذي دلنا عليه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وليلة القدر فضها في القرآن بيّنه الحق سبحانه وتعالى حينما قال سبحانه وتعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ العلماء حسبوا هذه الليلة وقالوا إنها أكثر من 81 عام من الأعوام ومن السنوات التي يتقرب بها العباد إلى الله سبحانه وتعالى وكأن هذه الليلة منا وفرصة من الله سبحانه وتعالى لما علم تقاصر أعمار هذه الأمة فأعطاها هذه الليلة حتى تجبر هذا النقص فليلة القدر ليلة ذات قدر تحتاج إلى طاعة وإلى إنسان يفهم هذا القدر العظيم فيجهز نفسه لأعمال عظيمة من صيام وقراءة للقرآن وعبادة ودعاء في هذا الشهر الكريم وأن يحافظ على الصلوات في جماعة وأن يسبح الله كثيرا وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى كثيرا وأن يدعو الله تعالى كثيرا له ولنفسه ولبلده ولوطنه وللمسلمين جميعا حتى يقبل الله تعالى علينا برحمته وبردوانه وحتى يقبلنا الله في هذه الليلة ليلة القدر فرصة لا تعوض من فاته العبادة في الشهر الماضي أو في العشرين يوم الماضية فعليه أن يقبل على الله تعالى في هذه الأيام الباقية لا سيما في تلك الأيام الوت حتى يستدرك ما فاته تستطيع أن تدرك كل هذا الثواب وكل هذا الخير بإدراكك لهذه الأيام يعني كأنك بعبارة أخرى في خمسة أيام تستطيع أن تحصل كل هذا الفضل وكل هذا الخير الذي أعده الله لعباده وربنا سبحانه وتعالى رحيم وربنا كريم وربنا عفو يتقرب إلى عباده بالطاعات حتى يقبلوا عليه وحتى يحبوا ربهم سبحانه وتعالى فربنا رحيم وربنا ودود نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن أدركوا ليلة القدر فحازوا فضلها وشرفها وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم